السلام عليكم اخوتي مرحبا بكم في درس جديد على القناة ديلكم استفهام عام اليوم ان شاء الله واحد الموضوع مهم جدا جيت باش نشرحه لكم هو شحال تمن اللي غد نخلصه على المنتجات ديالنا اللي كنجيبو من خارج المغرب في الحالة اللي غد تشد لنا فيها في الديوانة باش نعرفوا شحال غنخلصه واش مسلكنا ولا ما مسلكناش وبالتالي ما نتصدموش من اللي نمشيو حتى الديوانة كدلك نقرروا واش غد نخلصوا هاد المصاريف الاضافية ديالت الجاماريك ولا غد نحاولو نرضو الفلوس ديالنا يعني رون بورسمو او الريفاند من الموقع الاجنبي اللي اخدنا منو من خارج المغرب اذا على بركتي الله غنبدو الشرح لكن قبل ما نبدو ما تنسوش خوتي ديرو جيم الفيديو وتبرتجوه مع الاصدقاء المهتمين بالمجال لان هذا الدعم والاهتمام ديالكم هو اللي كي خلينا دائما نجيبو لكم مواضيع جديدة ومفيدة اذا على بركتي الله اول حاجة غنجيبوه غنجيبو لجوجل وغنجيبو فايمد اتش ايس كود وغنجيبو انتخيه غنجيبو انتخيه غنجيبو جموع من المواقع غنجيبو الموقع الاول ثم من بعد هنا غنجيبو الانجيبو اللي بغينا نبحثو على شحل غنجيبو فمثلا انا غنجيبو هاتف يعني فون وكملاحظة هذا الموقع يقبل فقط اللغة الانجليزية لذلك اي منتج بغيت تكتبوه يكتبوه باللغة الانجليزية وكيعطينا جوج ديال المحاولات فقط يعني اذا بغتي تدير كتر من جوج المحاولات خلصك تخلص عليهم او خلصك تسجل في الموقع اذا اخوتي طلع لنا بزاف ديال الكاتيجوري هنا غنجيبو نختار مثلا سمارتفون هذا الكود هذا اللي امامكم غنجير له كوبية وغنجي لجوجل غنجيبو نبحث على الموقع ديوانة دوان.gov.ma اول موقع غنجيبو كذلك قم ادخز قم ادهل غنجيبو غنجيبو جيجبو ột هذا الموقع عادة ونحاول نحيد هذه النقطة ونحن نجد تجد لأن في حالة ما أخلت هذه النقطة فلا سوف أعطيك حتى شي نتيجة ثم سنختار اخر إذا هنا سوف أعطينا واحدة تصلي على هذا المنتج الذي سوف نشره والذي سوف أهمني هنا هو درواء اي تاكس سوف ندخل لها من بعد هنا سوف يخرج لي شحال سوف نخلص على هذا المنتج بالنسبة لهنا لدينا ضغوة دامبورتاسيون سوف نخلص عليها 1.5% ثم بالنسبة له تاكس ثاني TPE سوف نخلص عليه 0% لأنني أنا فرد يعني ماشي شركة هذه بالنسبة للشركات يعني كتكون فيها واحدة نسبة إلا كانت عندك شركة خاصة باستيراد أو لا تصدير فهنا كتكون زائدة عليك هذه الفرانشيز أما بالنسبة لهنا تاكس ثاني تاكس ثاني تاكس ثاني فهي كيف تعرفه فدائما 20% إذا عندي هنا التطال هو 22.5% الذي سوف نخلص على هذا المنتج لكن بالله يا أخوتي لأن الحساب موقفش هنا فعندنا هنا واحدة البون تفرض علينا الدوانة ويكون فيها تقريبا بين 100 و 150 درهم ثم سوف نزيد على هذا الشيء كذلك المجازناج أو التخزين وهنا يعطينا بالنسبة للدوانة ثلاثة أيام من التخزين يعني إذا صنعوا عليك مثلا في 25 وقالوا لك بلي المنتج عندنا أجد تاخده اليوم فإلى 22 26 و 26 يعني ثلاثة أيام سيكون مجانا أما فوق ثلاثة أيام فسوف تخلص عليها تقريبا 50 ريال للنهار لكن كيفاش يكون هذا الحساب في المجازناج فالطريقة سهلة أخوتي بلا من يجيكم هذا الحساب كثير فعندنا 50 ريال في النهار نضربها في عدد الأيام اللي سيقلص المنتج مثلا نقلص 10 ديال الأيام فنضرب هذه 50 ريال في 10 ديال الأيام ثم نضربها وشحل من كيلو عندنا في هذا المنتج وبالتالي كلما كان المنتج تقيل وكان عدد الأيام أكبر إلا وكانت هذه النسبة كبيرة وبالتالي سأعطيكم واحد الأيام اللي أمامكم باش تفهموا أكثر لأنه دائما البراتيك هو باش كنفهم إذا نقترحوا أن هذا الهاتف ساوي ألف درهم عندنا 22.5% باش نعرفوا ما حال جاتنا مقارنة مع الثمان منتجنا للقيمة دياله ألف درهم نقوم باشد 22.5% ونقسمها على 100% يعطينا 0.125% نضربها في الثمان منتج ألف درهم يعطينا 22.5% إذا نسبة 22.5% هي قريبة من المقابل 225 درهم ثم سأعطينا المقابل سأعطينا 10 درهم ثم سأعطينا 100 درهم ثم سأعطينا سأخطينا 10 درهم ثم الوزن هو 1 كيلو يعني 1 كيلو 1 إذا المعادلة كالتالي لدينا 9.5% اللي نخلص على كل نهار اللي قلت لكم سابقا وهي 50 ريال هي 9.5 درهم كنضربوها في 10 ديال أيام ثم كنضربوها في الكتلة أو الحجم ديال المنتج اللي هو 1 كيلو اللي هي بالتالي تعطينا هذه القيمة 25 درهم إذا هنا المجموعة كامل هو 225 درهم زائد 100 درهم زائد 25 درهم ثم في المقابل سأعطينا 350 درهم اللي نخلصه على هذا المنتج إذا بشحل تقيم علينا الهاتف بالكامل 8000 درهم اللي خلصنا في الموقع ثم مصاريف الديوانة اللي هي 350 درهم إذا 350 درهم زائد 1000 درهم هي 1350 درهم إذا عرفنا بشحل تقيم 1350 درهم إذا مشينا حتى النواصر وخرجنا الهاتف بالدينا وهنا تختار كيف تمشي برجليك إلى النواصر لكي تخرج المنتج يعني إذا أنت في مدينة قريبة ستقيم عليك أما إذا أنت في مدينة بعيدة ستحاول تتتحول شركة اللي تقوم بهذا السيرفيس وهذا ستجلب لك هذا المنتج حتى اللي عندك لكن ضروري من واحد المصاريف أخرى من هذه الشركة اللي ستتكلف لك بالشحن حتى الدارك إذا فرق كبير أو لا ستتخلص هذه الشركة فمعلك سوى تمشي برجليك وتخرج المنتج إذا كانت هذه الخلاصة نتعش حال سنخلص على أي منتج من خارج المغرب وتشد ليه في الديوانة إذا هذا هو الفيديو ديال اليوم حاولت نبسط لكم قدر الإمكان لأنه كانوا فيه مجموعة من المعلومات وكان فيه مجموعة من المعادلات اللي ضروري سنفهم لكم بوحدة بوحدة فللي ما فهم شي حاجة معلين سوى يرجع للفيديو اللور ويعاود الفيديو بكل تأني فكل شي حاولت نفهمه بأبسط طرق إذا وصلنا لنهاية الفيديو إذا أعجبكم هذا الفيديو كيف العادة ضغطوه على زر إعجاب وبرتجوه مع أصدقاء المهتمين بالمجال لأنه هذه الموتيفاسيون لنحنا لنجيبه لكم دائما الجديد وإذا كانت أخويا اغتيادية أو زر القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يرسوكم الجديد أول بأول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر